السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا سادس رح أحل معكم تمارين ومسائل لدرس تمثيل البيانات صفحة 94 كنا نحضر الألام ونحل مع بعض التمارين تمثل البيانات الآتي أعمار 25 معلما في إحدى المدارس حتى لدي أعمارهم في هذا الجدول وبحكي لكم مثل هذه الأعمار في جدول تكراري فئاته الأولى 25-27 هنا ومسهل علي معطيني الفئة بروح بطلع طول الفئة وبعدين ببلش أعلي هواها أحط الفئات الأخرى إذا هون بطلع أول إشي برسم طبعا الجدول تكراري على السرير طول هون طول الفئة حنا حكينا طول الفئة اللي هي للفئة الوحدة الرقم الأعلى ناقص الأقل زائد واحد هي عبارة عن 27-25 زائد واحد 27-25-2 زائد واحد ثلاثة بعد هلأ أضيف على كل طرف ثلاثة إذا بحط هون أول فئة اللي هو 25-27 وضيف على الطرف الأول ثلاثة بتصير ثمانية وعشرين والطرف الثاني وضيف على ثلاثة بتصير ثلاثين تمام؟ أنا بكون أعرف أحلى عمر للأسازل اللي هيهم هون بهذا الجدول اللي كان معطيني تسعة وثلاثين لحد تسعة وثلاثين بنت أوقف بعدين بضيف هون كمان ثلاث بتصير واحد وثلاثين وهون ثلاث وثلاثين طيب أضيف على الأول برضو ثلاث يعني هذا الطرف ثلاث وهذا الطرف ثلاث هون أربعة وثلاثين لحد ستة وثلاثين بعدين بدي أضيف كمان عليهم دعني أكبرها هاي هون شوي بدي أضيف بحكي لنا هون أربعة وثلاثة وثلاثين هون بتصير سبعة وثلاثين لحد تسعة وثلاثين وهيك بكون خلصت الفئات اللي معاي كيف عرفتهم لنروح أشوف أعلى عمر موجود معاي هون الأعلى عمر معاي يا هون في الشلق تسعة وثلاثين لحد تسعة وثلاثين بوقف طلع طول الفئة هلأ بدأ طلع التكرارات الفئة من خمسة وثلاثين لنطلع تكرار تلع عندي تكرار ها ثلاثة نجعل فئة الثانية ثمانية وثلاثين لثلاثين شوف تكرار ها برضو تكرار عندي تلع ثلاث من نشوف هلأ الواحد تلاثين لثلاثين أداش تلع معاي تكرار ها تكرار ها نجعل الاربعة وثلاثين للست وثلاثين نشوف قداش تكرار ها تكرار ها ستة نشوف آخر فئة من سبعة وثلاثين للتسعة وثلاثين قداش تلع معاي تكرار تلع معاي تكرار ها تمانية بهاي الطريقة مثلتم في جدول تكرار اخدت الفئة الاولى اخدت طول الفئة مع الهواها عملت الفئات الاخريات بعدين طلعت التكرار لكل فئة وهات بسميه جدول تكراري نجعل السؤال التاني ونجاوب علي الكتاب ونشوف شو طالب مني فيه بحكي لك هون الجدول التكرار الات يمثل علامات طلاب الصف السادس في مادة الرياضيات في نهاية العام الدراسي الفئات والتكرار من 40 إلى 49 أربع طلاب من 50 إلى 59 طالب من 60 إلى 69 5 طلاب من 70 إلى 79 11 طالب من 80 89 9 طلاب ومن 90 إلى 99 4 طلاب معدد الطالبات اللواتي علاماته هن أقل من 70 أقل من 70 بدنا نجمع هذه الفئة زائد هذه الفئة زائد هذه الفئة إذا نجمع هون بنحط 5 زائد 2 زائد 4 5 زائد 2 7 7 زائد 4 يعطين 11 طالب تمام معدد الطالبات اللواتي علاماته هن أقل أو أكثر أو من أو تساوي 80 يعني أكثر من 80 أو بتساوي 80 يعني نجمع 9 زائد 4 9 زائد 4 بدها تساوي 13 طالب إنه طلب الأكثر أو بتساوي 80 ما الفئة التي تضم 11 طالب بندور هون بتتكرار هون بتضم 11 طالب هاي هون من 70 ل 9 و 70 هاي الفئة اللواتي علاماته هن من 50 إلى 69 يعني من هون لحب من بداية هاي الفئة لنهاية هاي الفئة لهم بنجمع 5 زائد 2 بتساوي 7 طالب ونيجي نحكي عن معدد الطالب الصف شو بنعمل طالما نوجد علامات طالبات الصف بدنا نجمع كل هدا الأرقام إذا نجمع 4 زائد 2 زائد 5 زائد 11 زائد 9 زائد 4 بتلا معاي الناتج 35 طالب نجي هون حصلت منا على علامة 95 في أي فئة تقع علامتها نطلع هون وين عندي الرقم أكثر من الفئة بتضم من 95 نطلع هون 90 أقل من 95 و 99 أكبر من 95 إذن هي فئتها من 90 إلى 95 إلى 99 أصفة من فئتها من 90 إلى 99 فهيك بيكون حلينا السؤال الثاني نجي على السؤال الثالث ونجر شو طالب مني هون مثل البيانات الآتية في الجدوى التكراري في فئة أختار الفئة على كافية طول الفئة على كافية وأبلش فيها وطلع التكرارات طلعوا للأرقام هون بطول أصغر رقم أول فئة أبلش فيها بتكون بأصغر رقم موجود معي هون بتضم هذا الرقم الصغير وبكمل على هواها وبطلع التكرارات في النهاية شوف هلأ مع بعض كيف بد أحل هذا السؤال صممت جدول فئة وتكرار الفئة الأصغر فئة موجودة عندي أو أصغر رقم موجود عندي كان هو 212 وأكبر رقم عندي هي تقريبا 284 كيف أعمل هاي الجدول وكيف هالرقم الكبير هذا 284 ووصل لازم أكبر الفئة كيف رح أكبر ها مثلا أنا بدي أعمل فئة تكون بتضم 222 وتكون كبيرة ممكن أبلش هيها من 210 مثلا إلى 220 أبلش هي ما بدي برح بطلع طول الفئة 220 ناقص 210 زائد واحد الهو 10 11 تمام بكمل على هواها بضيف هون 11 بتسير اندي هون 221 هون بضيف 11 بتسير اندي 231 هاي ثاني فئة تالت فئة برضو بضيف هون 11 وضيف هون 11 هون بتصير 232 ل 200 بضيف عليها 11 هون 200 242 تمام نيجي بعدين ننضيف 11 هون بتصير 243 وهذا تصير 200 نضيف عليها 11 هون 200 و53 و50 تمام بكمل على الفئات بحكي هون 200 و54 لل 200 بنضيف عليها 11 اللي هي 64 بكمل على الفئات ممكن اعجي كميلها هون وصلت ال 264 265 وعلى الفئة الثانية بتصير عندي اياها 200 و75 واخر اشي اللي هو 276 لل 286 وثمانين وبهايك بكون انهاية الفئات جميعها وضميت اكبر رقم واصغر معاي بالفئات اذا بهاي الطريقة انا صممت الفئات كبرتها لانو الارقام معاي كبيرة وكتيرة هلأ بدأ طلع التكرارات لكل فئة بدي الفئة من 210 220 شوف قداش تكرار هم تلع معاي 4 4 اعداد هلأ من 211 لل 211 ننشوف قداش تكرار هم تلع تكرار هم خمسة معاي من 232 لل 242 ننشوف قداش تكرار هم تكرار هم 4 ننشوف ننشوف 243 ل 253 253 قداش تكرار هم تكرار هم خمسة من 254 لل 264 قداش تكرار هم تكرار هم تمانية ننشوف ننشوف على الفئة من 265 لل 275 تكرار هم ثلاث واخر فئة 276 لل 286 ننشوف قداش تكرار هم تكرار هم بالنهاية 7 بهيك يا 6 بنحل تمثيل البيانات في جداول تكرار بهذه الطريقة السهلة انا هم بهذا السؤال الثالث انا اخترت الفئة بدي اياها كبرتها لانو شايفين قداش عندي ارقام ارقام كبيرة فرق كبير بين اول اصغر رقم الهون كان 222 واكبر رقم 288 عشان اكبرت الفئة ما عملتها فئة صغيرة عملتها 11 وحدة وهي الفئة وبلشت احل على هواها وطلعت كل الفئة بعد ان طلعت التكرار بكل سهولة من الجدول البيانات المعطينية هك يا سادس اعطيكم الف عافية